موسيقى موسيقى سلمة أنايوب عبد المنعم مغنين أمين زاوي وعبد الحق بلال أربعة شبان من مدينة العرائش وحدتهم قضايا التغيير في المجتمع برؤى وعقول واكب من خلالها صنع المحتوى الهادف موسيقى أهلا بكم وانضع مخاولة لإغناء المحتوى الهادف منذ سنتين تقريبا اجتمع هؤلاء شبان لأجل السعي للتميز تميز انبثقت منه فكرة ومضح بطريقة يصبر فيها شباب المغرب أغوار المحتويات الهادف عوضا عن ما قد تفرزه عوالم الشبكة العنكبوتية من ما قد نسميه تفاها طبعا المحتوى التافه المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي كيألمنا جميع ونحن في هذا الفريق ومجموعة ومضة نحاول ما أمكن نقلبه على هذا المحتوى التافه ونقدمه شي حاجة لأي واحد يقدر يستفد منه الكبير الصغير يعني أي واحد يشوف فيديو دينا غادي يستفد منه وغادي ياخد منه شي حاجة فريق ومضة وعبر صفحات التواصل الاجتماعي بدأ التركيز للانقلاب على كل المحتويات التافهة التي يتم تمريرها دون أدنى اعتبار للحس الاجتماعي هدفهم يبقى دوما السمو بالكلمة والفكرة وبالمحتوى الهادف نحو عوالم القبول والنجاح فالهدف الرئيسي دي الوامضة وهو محاولة إغناء المحتوى الهادف يعني برغم الإمكانيات الضعيفة فإحنا كنحاول ما أمكن أن نحاصر أو نضيق ديك المحتوى التافه اللي استبحز ما طاغي على مواقع التواصل الاجتماعي فإحنا يكن نقدمو واحد المادة واحد المادة اللي هي بسيطة مركزة كنلعبوا أكثر على جمالية الصورة وعلى جمالية الصوت وكنحاولوا أننا نتناولوا جميع المواضيع خاصة المواضيع الشمائية مواضيع اللي تفيد الكبير والصغير على النحو الذي أرادوه منفعة لا تفاهى يواصل فريق ومضة تقديم محتويات عبر شبكة الأنترنت مسعاهم الجميلة الوصول إلى منصة التتويج لدى المتتبعين بناء على أفكار وتجارب تقيهم شر الأساليب الإعلامية والعلمية التي قد لا تفيد فكرة الوانضة تم تأسيسها في سنة 2016 جاءت انطلقاً من واحد فكرة الهاشتاغ بعنوان لا نأسف على الإزعاج هذا الهاشتاغ كان مستوحى من واحد الكتاب الهدف من الهاشتاغ كان أننا نعتوه الرأي دينا في مجموعة من المواضيع الشمائية كضواهر سلبي هكا نشوفها في المجتمع دينا موسمية سواء في الغيش أو في الامتحانات في رمضان وكان هذا الهاشتاغ إقبال من عند المتتبعين انتم مجت الفكرة ديال تطوير هذا الهاشتاغ إذا سلسيلا مصورك في العموم الحياة التي نعيشها بالمقارنة مع الحياة الحقيقية تشبه حجم البيضة بالنسبة لتكوت